السلام عليكم ازايكم اخباركم اتمنى تكونوا في افضل ساحة واحسن حال فيديو جديد النهاردة وفيديو النهاردة لسيدتين ايرانيين هم الاتنين كده كل واحدة فيهم عندها طريقة حلوة جدا يعني السيدة الاوانية معنا دي مميزة جدا في شغل المبخ والاكلات والوصفات والعزمات الحلوة اللي بتعملها وطبعا كلنا كده بيجي عين الوقت اللي عايدين يشوف فيه افكار حلوة سواء طبعا بقى في الاكلات في الوصفات في كمان بقى طرق الحاجات اللي انتي بتقدميها عايزة حيا يكون شكلها مختلف حاجة تقدري تبري بيها ضيوفك طريق بقى تزين حتى الاكلات حتى ابواء الصلطة سواء حتى لو انتي كمان بتقدم الاكلات والوصفات دي فابسط ما يكون كده مش عالصفرة حطها عالارض بالطريقة العادية والتقليدية وهنا كمان كانت والدتها بتسعيدها في الشجر ده كله وطبعا بتقول بعد العزومة بيساهل علي جدا غسالك الاطباق قول الكلام ده ويدو بيفيد كده معينا شوية الحلل دول بناخدهم بقى على قدينا ونبدأ نلمع الدنيا اكتر كانت سريعة كده للمطبخ بالطريقة العادية والتقليدية يعني الدنيا حوالين منك هتبقى زي الفل ونبدأ نقطع طبعا بقى كده يعني شوية فاكهة شوية تسالي زي اللب بقى اي مقرمشات موجودة عندك في البيت هتقضي معاك الغرض تعملي عصير ممكن يكون سريع التحضير حتى لو حاجة ساقعة موجودة عندك يعني المهم كده بنعمل نفسنا جو حلو جدا هي دي طبعا اللحظات اللي ممكن كنا بنستناها حتى لو بقى أبسط الأمور وهتقدمي كده كاسة من الشي يعني تحسين الأجواء السعيدة دي هي بالفعل اللي احنا كلنا بنتجمع فيها تعالوا مع بعض كمان دلوقتي كده بنشوف حاجة حلوة جدا حاولت كمان دلوقتي تعمل معانا يعني زي مقلب صغير حاجة ممكن تكون كده فيها روح الفكاهة شوية دي طبعا بقى من الحاجات اللي انت ممكن تعمليها والدخلي بقى جو من المرح واستعادة شوية يعني بنكسر بيها الحاجات العادية والتقلدية هنا كمان برضو كانت تقديمة البطيخ بصورة حلوة شوية ويا ترى مين اللي حظه هيطلع في الطريقة دي طبعا بقى هنا هي قرية تنيا تديها لزوجها وده يعتبر كده نوع من المكافئات اللي هي قرية تكافؤ بيه طبعا حاجة يعني زي موقف طريف شوية موقف ممكن يكون مضحك شوية لكن يا ترى رد فعله هيكون عامل ازاي هي دي طبعا بقى كده حالة الصدمة اللي كانت فكاهية يعني طبعا احنا عارفيني الحاجات دي بتبقى بلاستيك حاجة عادية جدا لكن جو من المرح كده حاولت ان هي تدخله في جو البيت نبهت شوية بقى كده عن الحياة المملة الروتين العادي والتقليدي وحاولت بالفعل كده تعمل جو حلو جدا طبعا بقى هستنى اكيد لايكاتكم الحلوة معايا الفيديو النهاردة وكل كمان التعليقات بتاعتكم اللي بتفرحني وبتبسطني جدا سوى طبعا التعليقات دي فيها حاجة سلبية فيها حاجة إجابية بكون يعني سعيدة بكل حاجة وبحاول طبعا دايما اشتغل على كل اللي انتو بتبعته لي وكل الافكار والقراء بتاعتكم تعالوا كمان دلوقتي هنا مع بعض كده نشوف بقى وصفة حلوة هتحاول ان هي تبهرن بيها كيكا بقى حاجة ممكن تكون حلوة المزاق بتحاول انت تقدميها الافراد الاصر عندك بتحاول دايما تجددي تكسري بقى روح الملل والحاجات اللي ممكن يكون فيها زهق وتعملي افكار ممكن تكون جديدة حتى لو انت هتعملي الكيكا اللي زي دي كده في حال عادية جدا تقدر طبعا تدخليها الفرن ايديها كمان تكون بتستحمل درجة حرارة الفرن وفيه ناس كمان بيحطوها على النار ويغطوها كويس جدا وتبقى محكمة الغلق وبتطلع معاك الكيكا هايلة زي ما انت شايفة يعني في كده الحالات بتقدري بابسط الامور تعملي كل اللي انت نفسك فيه ومفيش حاجة ممكن تكون عقبة بالنسبالك وكمان وصده كله بتقولك طبعا بقى المكنسة الزكية دي يعني انا مش غالاها حاولين مني في البيت كده ومش قلق انا من اي حاجة يعني طبعا دلوقتي الحاجات التكنولوجية دي بقى بتساهل عليك وقت وجهد كبير جدا وطبعا مش هننكر ان في حاجات برضو بتكسر بقى روح الملل بتكسر كمان روح الزهق بتكسر كمان الحياة التقليدية والعادية الموجودة في بيوتنا كلها ودايما كل واحدة فينا برضو بتميل كده للتجديد والتغيير ممكن تكون الظروف الايام دي مش سامحالك ان انت تجديدي ولا تغييري لكن صدقيني يوم بالفعل ربنا بيكرمك وتحيس ان الظروف سامحالك بكل ده بالفعل كده بتلجئي للحاجات اللي تساهلك كل حاجة ندخل كمان دلوقتي مع بعض على سيدة ايرانية تانية وظروف بيتها وشكل البيت عندها وستيلو وكمان الحياة البسيطة جدا اللي بتحاول يعني تهيق لها كل حاجة حلوة واهم حاجة زي ما قلتلكم مش شرط البساطة ولا شرط كمان ان البيت ممكن يكون متواضع زي ما اهم حاجة في المنزل هي نضافها وروحها الحلوة شكل البيت بيستيلو بالتجديد حتى لو حاجة بسيطة جدا مفرش بسيط يعني فيه منازل بندخلها بتحس فيها بالرضى والسعادة ودي انت كده مبسوطة جدا ده يرجع كمان بقى كده لأبسط الامكانيات اللي موجودة في بيت زي ده يعني مش بالأساس الغالي ولا بالعافش الغالي ولا ان كل محتوىات المنزل دي ممكن تكون بأسعار خيالية هي دي الراحة النفسية اللي كلنا بندور عليها ولو جيت تبصي كمان على المنزل اللي قدامنا ده بالجنينة الواسعة اللي موجودة حوالين البيت صدقيني هي دي المشاعر واللي ممكن كلنا بنستناها مش مجرد يعني كده زينة كتيرة في البيت ولا عافش ممكن يكون غالي جدا قدي ما انت اكيب تدوري على الراحة النفسية والاستقرار اللي ممكن يجيلك من مكان زيدة تعالوا مع بعض نشوف كده يوم جديد وروتين جديد ويلا بينا نحاول نزبط الدنيا حوالين مننا اكتر في ناس طبعا كتيرة في الحار اللي احنا بنشوفه بتنام في اي مكان يعني اي مكان ممكن يكون واسع بالنسبة لها فيه هوات حيث كده ان انت عايزة ترياحي فيه شوية لكن مجرد تصحي من نوم بدري كده بتقومي طبعا جارية تشوفي كل شغل البيت كل اللي مطلوب منك التنظيفات السريعة مكان واسع قدام البيت عندك زي ده بتحاوي طبعا تكروسيه اول باول تغسليه ممكن طبعا تحط فيه المنشور بتاعك تستغليه اي استغلال زي ما انت حابة تعملي فيه بقى كم كرسي قعدة حلوة دي كلها حاجات بتركعلك يعني في ايديك تزبطي كل حاجة عندك بالتفاصيل المريحة جدا بالنسبة لحياتك هي دي الستات اللي ممكن مفيش اي حاجة تقفها بالنسبة لها الستات الشطرة اللي بتحاول تستمتع بكل حاجة مكان زي ده طبعا بقى تعاودي فيه قعدة حلوة ممكن تغسلي فيه السجاد بتاعك تعملي فيه بقى التجهيزات الغدى بتاعتك زي ما انت شايفة يعني في امكانك تستغلي كل جزء في البيت عندك زي ما انت حابة تفاصيل البيت مش بتخلص ابدا وممكن يكون تفاصيل بيتي غير تفاصيل بيتها امكانياتنا اكيد مش زي بعض هي ممكن تكون احسن مننا في حاجات كتيرة انت ممكن يكون بيتك احسن منها في تفاصيل كتيرة بتيجي تدوري في الاول وفي النهاية يعني فيه لحظات بسيطة كلنا اكيد بنحاول ندور عليها حتى طبعا لو انت شاطرة حابة صلاحي حابة وضبي حاجة بنفسك استعنتي بزوجك في بعض التفاصيل اللي زي دي حابة تزبطي الدنيا اكتر اشتركوا في القناة وهتلاقيها طبعا دلوقتي كمان كده وهي تتشارك مع زوجها عشان تقدم لنا اكلة حلوة ووصفة حلوة المهم ان استعادة ممكن تكون موجودة في ابسط الامكانيات مش صارت طبعا زي مشوفناه في البداية اي نعم فيه اوقات بعمل فيها عزمات واكلات ممكن تكون غالية جدا واوقات بنعمل اكلات بسيطة وفي كل الحالات ده اكيد نعمة وفضل كبير كتا من ربنا كلنا اكيد طبعا بنحمد ربنا في جميع الاحوال دي نعمة كبيرة جدا نعمة انت على القل عايشة في بيت بين اربع حيطان بيت اي نعمة ممكن يكون فيه مشاكل وتوترات كتيرة بتحصل في حياتنا لكن فينا اكيد اللي بيحاول يتجاوز الازمة اللي زي دي وفينا للأسف اللي ساعدتها بعد المشاكل هي اللي بتسيطر عليه اشتركوا في القناة تعالوا كمان دلوقتي هنا مع بعض كده نشوف وصفة وتدبيلة طبعا للفراخ اللي قدامنا دي وزي ما قلتلكم كل بلد وليها اكلة وصفة حيث انها مميزة فيها لكن عامة الكمية الاكيد اللي انت بتحبيها ممكن تكون مختلفة معاها يعني كل واحد اكيد يعني بيستعين بالطريقة اللي ممكن تكون مفضلة بالنصبيله دي كلها مجرد افكار اخدناها مع بعض في فيديو النهاردة واتمنى من كل قلبي ان الفيديو يكون عجبكم بكل افكاره بكل تكاته وبكل حركاته ولو عجبكم الفيديو هستنى اكيد تابع اللايكاتكم الحلوة عشان انا بيركم بكل جديد اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة